رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لديه الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لديه الله أعوانا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كتاب الشماء المحمدية وصلنا إلى باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد في هذا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 أخو الحسن البصري وثقة من أوساط التابعين سعيد بن أبي الحسن هو أخو الحسن البصري وهو أخوة من أجل وهو أخوة من أجل الغرور قال كانت قبيعة والسيف والرسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة قال أن النقد والسنة الدقيقة كانت النقدية والسنة حديث استحديث ضعيف حدثنا محمد بن شجاع البغددي قال حدثنا أبو عبيدة الحدار عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيف على سيف سمرة ابن جنده وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيفه حنفيا حنفيا على هيئة سيوف بني حنيفة قبيلة مسيلما مسيلما الكذاب لأن صانعه منهم أي يعمل كعملهم وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوف قبيلة مسيلما هذا حديث ابن سيرين قال ص compiled جعله جعله Samuras Schwert und Samura behauptete, dass er sein Schwert, so wie der Schwert des Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم anfertigte und sein Schwert war Hanafi Hanafi, das heißt wie die Schwerte von Bani Hanifa das ist der Stamm von Musayi Lama Al-Kazza und der Hersteller war einer von ihnen von diesem Stamm und die waren bekannt für die gute Herstellung von Schwert der nächste Hadith ist auch ضäif Hadith Rehobat bin Mekr und Basri قال akhbar Mحمad bin Bekr an Uthman bin Saad Bihahal Bihahal bin Isna Nachwa von Uthman bin Saad dass der ähnliches erzählte aber dieser Isna ist auch tief das Nächste Kapitel ist ein Neues Kapitel Böhm Böhm Das Böhm Böhm das Schuss Schill oder Schuss Das Propheten صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد للأشاج قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الزبير عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة هذا الحديث من الزبير بن العوام يزاق تي يوم من الزبير بن العوام وضع النبي صلى الله عليه وسلم độ بالطلحة بشتغ الانية يوم من الزبير بن العوام وك Belاء قدم يحمي انه مخلص للنبي صلى الله عليه وسلم يرجع الانية وضع يطع إلى الصخرة يعني وجبت له الجنة تاسفرديس استفطالح زيها ودع الموس حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما ظاهر بينهما يعني لبس واحدة فوق الأخرى السائب بن يزيد sagte أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم تاكي فالأحد زوائي شدس وستن أنهتي دي أعا ايبا اينادر انزوغ ناين اي نويس كابتل باب ما جاء في صفتي مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استحديث إسحديث صحيح حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عني بن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه المغفر هو ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها يعني كالطاسة الذي يبس المقاتل ليحمي رأسه ويحمي خدير وهي من حديد أو من غيره أنس بن مالك رضي الله عنه زاقت دستي البروفيت صلى الله عليه وسلم في مكة كّابا وقالة فقال، عندما قد يملك من خطون أو rappر اخسط إلى مviamente هذا هو خطر. يجب أن يتواجد في كعبة فورهنك فست. وعندما قاله ، توته. الثالثة الحديث هو حديث صحيح. حدث عيسى بن أحمد قال حدث عبد الله بن محمد قال حدث مالك بن أنس عبد شهر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطر متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه هذا حديث صحيح وَبَلَغَنِ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ اِذٍ مُحْرِمَهَا مُرْسَلٌ مِنْ بَلَغَاتِهِ Und hier, der sagte, dass Ibn Shehab sagte, mir wurde erreicht oder mir wurde berichtet, dass der Gesandte Allah, sallallahu aleyhi wa sallam, an diesem Tag nicht Muharim war, also er war nicht in seinem Ihram. Der nächste Kapitel ist ein neues Kapitel, es geht um den Turban des Propheten, sallallahu aleyhi wa sallam, bapu ma jaha fie imamat al-Nabiy, sallallahu aleyhi wa sallam. Der erste Hadith, صحيحun bishawahideh. Haditha'na Muhammed ibn Mashaar, قال, Haditha'na عبد الرحمن ibn Mahdi, عن Hamad ibn Salaamah, ha, Haditha'na Mahmood ibn Ailam, قال, Haditha'na Hwaqiyah, عن Hamad ibn Salaamah, عن Abiy Al-Subair, عن Jaber, قال, Dakhel النبي, sallallahu aleyhi wa sallam, مكة يوم الفتح, وعليه عمامة سوداء, صحيحun bishawahideh. Jaber sagte, dass der Prophet, sallallahu aleyhi wa sallam, der Prophet ist am Tag der Erhobarung in Mekke ein Getreten und hatte ein Schraatzis Turban an. Der nächste Hadith, ist Haditha'n Sahihih. Haditha'na, abn Uabiy Umar, قال, Akhbarana, Sufiyan, عن Musawir al-Werraq, عن Jafar, abn Uamr, abn Uhrayth, عن Abiyhi, قال, Raitu' al-Nabiy, sallallahu aleyhi wa sallam, عمامة سوداء. Tehazagte, gizai, balifara, Huraith, fun, zailunfata, tehazagte, iszadim, profetin, sallallahu aleyhi wa sallam, ehaate, aylin, schwarzen, Turban an. Der nächste Haditha'n Sahihih. Haditha'na, Mحمud ibn Uqaylan, wa Yusuf ibn U'isah, قال, Haditha'na waqih, عن Musawir al-Werraq, عن Jafar ibn U'amr ibn U'isah, an Abiy, anna, Nabiya, sallallahu aleyhi wa sallam, khatab al-Nas, wa alayhi, imamadun souda. Dieser Hadith ist von Huraith, über sein Vater, dass der Prophet, sallallahu aleyhi wa sallam, zu den Leuten sprach, so eine Chutba gab, und er hatte einen schwarzen Turban an. Der nächste Hadith ist, das ist, 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 is, Partieh, um, bitturukhi wa shawahideh. Haditha'na, Harun ibn U'isah, al-Hamdani, قال, Haditha'na, Ehi, bin U'amad al-Madani, an An-Abdu el-Aziz ibn U'amad, an Abiy contribution, an Abiydillah, 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 r.dznallahu aleyhi wa sallam, إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه إذا اعتم يعني إذا لبس العمامة صحيح بطرقه وشواهده لذا حديث من ابن عمر رضي الله عنهما لأن ذلك ابن البرفيت صلى الله عليه وسلم كما أن تربى الأنسوك أحد إسوشن كما أن الشلطة رونتر هنجل لاسن قال العمامة صلى اللهוצي يقول العمامة صلى الله عليه وسلم عمامة صلى اللهق Ronit وعبيد الله زغط القاسم ابن محمد وسالم زاد السديس او ختون لنفس الحديث الصحيح حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا ابو سليمان وهو عبد الرحمن ابن الغسيل عن عكريم علي بن عباس رضي الله عنه الغسيل حضل ونقب بالغسيل لانه كان جنوبا حين سمع نفير احد فخرج مسل عنه قبل ان يقتصر فلما استشهد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسل غسل الجنابة هنا يتحدث عن عقسل الجنابة يتحدث عنه وفي المتحدة من أحضر في المتحدة من أحضر عندما يسمى الوحض في المتحدة كان يجنوب وكان يساعد الى المتحدة وكان يساعد الى المتحدة ومع الملائكة كانت منه جمعاً لذلك كانت منه جمعاً أو جمعاً هذا الحديث من ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النس وعليه عصابة دسماء عباس قال Experiment يا رفما صلى الله عليه وسلم 做 رفافة ومع الملائكة من وه timeline قطب النسوذ توالج خطب النسوذ لأنه يجب أن يحفاني بأسفل المصادر السلام أو بأسفل المصادر ومعامل يحفاني بأسفل المصادر يتعطى لتعطى 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 لتعطى. هذا الحديث هو الحديث صحيح. هناك مجال في صفحة العزار رسول الله عليه السلام يتحدث عن هذا المساعدة الذي يمتلك الى المتعرفة هذا يجب أن نشاء الله باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم جزاكم الله خير سبحانه الله ومحمدك شكرا لا إله إلاك نستغفرك واتبه لك